السلام عليكم ورحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى الوصفة اليوم سنقدم لكم واحد الفطائر لتجيل عجينة ديالهم جد رطبة وهشة ونعمرهم بوحد الحشوة جد لديدة وغنية بالخضر والفيتامينات فإلا تتعرفوا عن المقادير والطريقة لتحضير تبقى معي الفيديو فإلا نبدأ بسم الله فاول شي غدي نحضر وهي الحشوة ففي مقلات غدي ندير واحد جوج معرق كبار دير زيت سيتون وغدي نضيف عليهم واحد البصلة كبيرة من لقطعتها الى شرائح بالنسبة الى درتول البصلة البيضة ديروا بصلة كبيرة الى درتول البصلة الحمرة ديروا بصلة متوسطة وغدي نتبلها بشوية ديال الملح واحد الرشة من الملح وكذلك شوية ديال فلفل اسود او الابصار وغدي نخلي هاد البصلة هدي كتتتعسل وكتتشحر يعني وكتتبرلينة حتى تتكرمل وكتولي على هات الشكل هذا فانا غدي نحيدها من المقلات نديرها بشي شي تبصير او شي ايناء ونخليها جانبا ففي نفس المقلات غدي ندير واحد جوج معرفة كبار دير زيت زيتون نضيف عليها جزرة متوسطة اللي حكيتها في الجهة الرقيقة نضيف عليها كذلك نصف حبة من الفلفل اسود الفلفل اخضر والفلفل احمر عفوا نصف حبة دير الفلفل حمرة مقطع الى مربعات صغيرة ونصف حبة دير الفلفل اخضر كذلك مقطع الى مربعات صغيرة نضيف عليها قرعة القرعة الاخضر القرعة الخضرة اللي حكيتها في الجهة الرقيقة ونخلطها مع الخضر ونخليها تشحر كاملين مع بعض سفي هنا الخضر رها تشحرات وتقريبا قربة طيب سوف نضيف ملح ملح ليس كثيرا لنضيف الملح ونضيف زيتون ونضيف الطن نضيف فلفل اسود سوف نضيف ملحة الكمون رشعة من الكركم خرقوم ملحة صغيرة مع عمراجة زنجبيس سكينجبين سوف نضيف ملحة صغيرة من بودرة التوم نخلط الثوابل مع الخضر ثم نضيف الزيتون الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون ثم نضيف البصل نضيف الزيتون نضيف الزيتون لحم المفروم الكفتة او الدجاج او الدك الرومي يعني المهم اصلا الحشوة كلها يعني كتبقىها رحصة بالضوق ممكن تعضلوا فيها ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا ممكن تديروا اي حشوة انتم ما كتفضلوا ويني ومعتمدينها عندكم فاسافة هنا يا الحشوة يعني الناشفة وتشحرات يعني تشربت المكونات فغدي نطفع لها ونخليها جانبا حتى تبرد الان غدي نحضروا العجينة ففي ايناء غدي ندير الحليب الدافئ ندير ملعقة طعام من الخميرة الفورية ملعقة طعام من السكر ونضيف علبة ديال الياغورت طبعا تالياغورت خصو يكون بدرجة حرارة ديال المطبخ يعني نكون مخرجينها من قبل من تلاجة غدي نخلط هاد المكونات هادو مع بعض وغدي نغطيه بالبلاستيك الغدائي وغدي نخلي هاد الخالط اه واحد الخمستاش لدقيقة حتى اه تفعل ليها الخميرة فمبعد ما تفعلت ليها الخميرة غدي نضيف واحد ثلاثة ديال معها الكبر ديال زيت زيتون اللي ممكن كذلك تعودوها بزيت نباتية نضيف الملح وغدي نخلط هاد المكونات هادو مع بعض من بعد غدي نبدأ كنضيف الدقيق تدريجيا شوية بشوية حتى اه كتجمع لينا العجينة فان بعد ما كتجمع تنديرها فوق سطح العمل وتنبدأ تندل كامسيان واحد المدة بين خمسة حتى العشرة ديالتقايق حتى تنحصلو على واحد العجينة كتكون رطبة ولينا ومدلو كامسيان فانجيب واحد الاناء اندير في واحد شوية ديال زيت اندهنو به باش ما تلصقناش العجينة في الاناء اندير فيه العجينة وغدي نغطيها بالبلاستيك الغدائي وغدي نديرها في واحد المكان دافئ مدة ديال ساعة او حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها من بعد ما خمرت العجينة فغدي نضغط عليها باش نخرج منها الدك الهواء اللي تكون في الداخل ديالها ونديرها فوق سطح العمل وغدي نبدأ تنشكل منها قوائرات يعني قوائرات متوسطة الحجم من بعد كل قوائرة غدي نبدأ تنطلقها فهد العملية هادي راني كونت فيتا قدرتها لكم في الفيديو ديال البريوش او شنك اللي قدرتو بالمربا وتيجي مورقون الاعجاب العديد العديد من الناس وهالطريقة هادي جد سهلة بنسبة للطوراق يعني كتجين عجينة مورقة وبدون مجهود او تعب فكل كرة غدي نبدأ نطلقها وندهنها بشوية دير الزبدة ونعود نغطيها بالعجينة الموالية تهي ندهنها بالزبدة وهكذا حتى نكمل يعني الكريات كلهم او العجينة كلها سافي في الاخير تندهن الكورة الاخيرة اللي طلقنا ما تندهنهاش من الفوق بالزبدة تندهي تنضغط من الفوق سافي وتنبدأ تنطلقها طبعا بالمساعدة شوية ديالتقيق تندهو كنرشو حيدي الزبدة غدي تبقى كتلصق لنا في السطح العمل وكتلصق لنا حتى في المدلك فقط نرشو شوية ديالتقيق وتنبدأو كنطلقو العجينة على السنك اللي بغينا بعد ما تلقتها فانا غاد نحييض دكزائلة ديالتقيق وغادي نلويها فممكن هنا ما تلويوهاش يعني كيف مدرت انا ممكن يعني تقطعوها الى شرائط كيف مدرت لكم في الفيديو ديال الشنك او البريوش بعد ما لويتها فانا غادي نبقى نقطعها على هات شكل هذا يعني شكل ديال الشنك كيف كان ديرو راهم تيجو ملوين ومن بعد غادي ناخد كلها يعني ديك العجينة اللي راحنا مقطعينها على شكل شنك هادي نبدأ بنمساعدة ديالتقيق غادي نطلقها تنرشو شوية شوية ديالتقيقية واحد رشيشة مشي بزاف تنطلقوها بالمدلك يعني تنطلقوها طوليا في الطول يعني ماشي في العرض او تمتلقوها دائرية لا تنطلقوها في الطول غادي ندير واحد الملعقة الطعام من الحشوة اللي ضروري راح تكون تكون بارد بردات هو غادي ندير هنا يدرت الجوبن ديال الساندويتش ممكن تديرو الجوبن اي جوبن عندكم جوبن عندكم جوبن المبشور جوبن ايدام او الموزاغلة او اي جوبن اتوما كتفضلو وغادي نبدأ كنسد الاطراف ونسدوهم مزيان وفي الاخير تعني نحصلوه على هات الشكل هادا يعني تيجينا بحال شكل ديال العين فانعود ندلكم واحد اخرى فانتا ناخدو يعني واحد الكرة من العجينة نديرو الحشوة الحشوة كنديروها على الكامل يعني مش هي في الوسط يعني تفجينا بيكون عندنا الحشوة تكون عامرة غادي ندير شوية ديال جوبن وغادي نسد الاطراف مزيان سافي وتنقلبوها وتنديروها في السينية ديال الفورن فسافين بعد اما كملت اول سينية ديال يعني مل عجينة فغادي ناخد واحد البيضة انطرر بها بشوية ان درت معها شوية ديال القطارات ديال الخل وانطرر بهم وغادي نبدأ كندهن دوك الفطائر بالخليط ديال البيض والخل فانا في هاد الاتناء راني يكون شاعل الفورن تيسخن يعني صدروري قبل ما ندخلو سينية الفورن يكون ديال الفورن مسخن من قبل وغادي نبدأ كنزينهم بدرت حبوب ديال الخشخاش او الباظو وكذلك بالسمسم مهم ممكن تديرو خطيطات ممكن كيف ما درت اناشي وحدين درتهم في الجوانب وبنسبة للسمسم درت خط يعني في الطور كله مهم ممكن تزوقو كيبغيتو بالحبوب وممكن تديرو الحب السوداء كذلك او تديرو رقائق اللوز او رقائق الشوفان سافوا في الاخير غادي ندخل الصينية الفورن يعني تطبلي من التحت ودكسا عاد دكسا نشعر عليها من الفوق باش تتحمر وهكا تكون الفطائر ديالنا هوا موجدو يعني كيف منشتو العجينة كجرتبة وشيشة وتيجو نخوين من الداخل يعني ما فيهم العجينة للتحاجة وتيجو بحل رحنا مصوبنهم بالعجين مورق الحشوين رهم عمرين مزين بالحشوة اتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديركم لاعجكم فيديو ديال اليوم ما تنسوا اشتركوا جميلة فيديو وتشتركوا في القناة وذلك بالضغط على زر احمر اشتراك سابوني او سبسكرايب وذلك اضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات لاي استفسار او اقتراحنا رهنا اشارتكم خليهم ليفتعليقات وإلى الفيديو القادم ان شاء الله بصحة وراحة